دخلت عشرات الشاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية عبر ميناء رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم والعوجة تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء قال إن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب مقدمة من مصر وعدد من الجهات لصلح الفلسطينيين في قطاع غزة وأضف المصدر أنه يجرى إدخال الشاحنات بتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظره الفلسطيني ووكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كما دخلت 11 شاحنة من مواد البناء والمواد الغذائية متجهة للمخيم الإغاثي المصري بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة لإيواء النازحين من شمال غزة ترجمة نانسي قنقر